على غير العادة لم يشتك المسافرون بمختلف محطات النقل بالعاصمة من النقل المسجل في وسائل النقل خلال المناسبات الدينية حيث أعرب العديد من المسافرين عن ارتياحهم لتوفر وسائل النقل بمختلف الخطوط رغم انتقادات آخرين النقل متواجد ما شاء الله ملقش فيه صعوبات ولا في تنقل ولا جينا مشلف وراح ينسقها راس كان كامل أوقات من الوحدة ونصفة العشرة تعلين محطة نقل المسافرين بالخروبة سجلت أكثر من ألفين مسافر خلال اليوم الأول من العيد وما يقارب الأربعة ألاف خلال اليوم الثاني بالموازات مع ذلك شهدت محطة نقل المسافرين بصحة أول ماي نقصا فاتحا في عدد المسافرين وهي الظاهرة نفسها التي شهدتها محطة النقل بسيارة الأجرة بمحطة الخروبة محطة النقل بسيكك الحديدية جندت هي الأخرى كل الوسائل لتوفير خدمات جيدة إلا أنها شهدت نقصا فادحا في عدد المسافرين هي إذن حركية النقل في ثاني أيام العيد بمختلف محطات نقل المسافرين بالعاصمة فرغم توفر كل الوسائل المادية والبشرية لضمان خدمات جيدة إلا أن عزوف المسافرين عن التنقل أثار حفظة النقلين عكس السنوات الماضية